السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي قناة موارد أستاذ مصطفى التعليمي الأوفية مرحبا بكم في فيديو جديد سأقوم فيه إن شاء الله تعالى بشرح كيفية الإعراب بطريقة سهلة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركة القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى إذن هيا بنا ننطلق في رحلة تعلم كيف نعرب إذن من بين الأسئلة التي التي تتبادر إلى دهننا عندما نكون أمام جملة إعرابية هي كالتالي الأسئلة التي ستطرح بشكل كبير هي كيف نعرب كيف نحدد الموقع الإعرابي كيف نحدد العلامة الإعرابية إذن هذا ما سنكتشفه إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو إذن لنأخذ مثالا ونطبق عليه أو نحاول الإجابة على الأسئلة التي وضعناها من قبل إذن قال تعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إذن لكي نعرب كلمة المحسنين يجب أن نتعرف على أربعة أشياء أو أربع نقط مهمة وهي على الشكل التالي أولا يجب أن نعرف نوع الكلمة الموقع الإعرابي للكلمة الحالة الإعرابية للكلمة وأخيرا العلامة الإعرابية إذن إذا أخذنا كلمة المحسنين فنوعها هي جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم المحسنين لأنه ينتهي بيا ونون بالنسبة لموقعها الإعرابي داخل الجملة نضع مثلا السؤال من يحب هو الله تعالى ماذا يحب الله تعالى يحبه المحسنين المحسنين إذن فالمحسنين تعربوا مفعولا به مفعولا به إذن وبما أن كلمة المحسنين مفعولا به فالمفعول به يكون دائما منصوبا إذن الحالة الإعرابية هي النصب بالنسبة للعلامة الإعرابية فجمع مذكر سالم ينصب بألياء وبهذا نكون قد وصلنا إلى الإعراب الصحيح لكلمة المحسنين ونقول كلمة المحسنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم لنتقل إلى مثال آخر راجع التلميذ المجتهد الدروس صباحا مركزا رغبة في النجاح والتفوق إذن ما يجب علينا أن نفعله وأن نضع مجموعة من الأسئلة وأولها أن نعرف ما نوع هذه الجملة دائما نطرح السؤال ما نوع الجملة إذن هل هي جملة إسمية أو جملة فعلية إذن الجملة تبتدئ بكلمة راجع راجع هي فعل فعل ماضي مبنوع على الفتح إذن فالجملة هي جملة فعلية بالطبع وراجع فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتح إذن ثم بعد ذلك نطرح السؤال بمن راجع من؟ من راجع؟ من راجع الدروسة؟ إنه التلميذ إذن التلميذ فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة إذن راجع التلميذ المججهد إذن هنا كلمة المججهد فهي تصف لنا التلميذ تعطيه وصفا وبذلك سنعربها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إذن راجع التلميذ المججهد ماذا راجع التلميذ المججهد؟ راجع التلميذ المججهد الدروسة إذن نضع السؤال بماذا؟ إذن الدروسة سنعربها مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة راجع التلميذ المججهد الدروسة صباحا إذن نطرح السؤال متى؟ متى راجع التلميذ المججهد الدروسة صباحا؟ إذن هنا صباحا فهي ضرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ونسأل عن الزمان بماذا؟ وعن المكان بأين؟ إذا كان لدينا طرف مكان نضع السؤال بأين؟ ننتقل إلى مركزا إذن نطرح السؤال بكيف؟ كيف راجع التلميذ المجهد الدروس صباحا؟ راجعها مركزا إذن فمركزا ستعرب حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثم ننتقل إلى كلمة رغبة لماذا؟ ونطرح السؤال ب لماذا راجع التلميذ المجهد الدروس؟ لأجلي الجواب يكون بلأجلي ولذلك سنعرب رغبة مفعولا لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بالنسبة لفيفا هي حرف جر كما يعلم الجميع النجاح اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره بالنسبة للواو فهو حرف عطف وبالنسبة لكلمة التفوق فهي اسم معطوف يأخذ حركة الاسم وهي الكسر علامة جره الكسر إذن بهذا نكون قد تمكننا من إعراب هذه الجملة رغم أنها تبدو لكم طويلة ولكن عندما نضع مجموعة من الأسئلة فهي تسهل لنا عملية الإعراب ويكون إعرابنا إعرابا صحيحا إذن إلى هنا نكون قد أنهيت هذا الفيديو وإلى فيديو مقبل إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق والسداد السلام عليكم ورحمة الله